تعالواح ليه النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب أجرى الثلاث اجتماعات عبر زوم مع مدربين مرشحين للنادي الأهلي خلال الثلاث أيام الأخيرة والاتصالات كانت بعدد كبير من المدربين المحترمين في أوروبا كان معاه في هذه الأعداء الكابتن حسام غالي اللي احضرها وكلم كمان وشارك في هذا الأمر وأيضا أمير توفيق مدير التعقدات والنادي الأهلي ودي المعلومة اللي لازم حراك تبقى عارفها يبحث عن مدرب كبير جدا مش كبير بس ركز معايا يبحث عن مدرب كبير جدا ومدرب يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده مرضي للجماهير بمعنى إيه؟ بمعنى أنا ممكن أشوف مدرب أجنبي ممكن يبقى ينجح تتوقع نجاحه بس الجمهور مش هيبقى مقتنع بيه كاسم في الأول لا هو هيجيب لك اسم وان شاء الله في أمنياته إنه ينجح عشان الإرث اللي سابه بيتسو موسماني من بطولات وإنجازات لازم اللي ييجي بعده يبقى مرضي للجماهير مش بقول إنه لازم يحقق اللي عمله بيتسو موسماني ولا كان اللي عمله منه الجديد كان كل المدربين عملوه ولا اللي عمله بيتسو موسماني كل المدربين يعملوه ولا اللي عمله بيب جورديولة برشلونة كل المدربين بيعملوه أنت ما تقدرش تعمل نفس النموذج أحياناً بتبقى الظروف معاك أحياناً بيبقى الحظ معاك أحياناً إمكانياتك الفنية تبقى أعلى من غيرك فيه ظروف كتيرة الحاجات ما بتبقى نموذج بتجيبه هو هو فيه ظروف مختلفة فالقالي عايز يردي الأول الجماعية دي يطمنهم مش يرديهم بس يطمنهم إنه اللي جاي ده هيشتغل كورة كويس